اهم عشر اختصارات المفروض تكون عارفهم في الكيبورد او لازم تكون عارفهم في الكيبورد. اهلا. السلام عليكم. عندنا كده في الكمبيوتر في الكيبورد في حاجة اسمها الشورت كاتس هي عبارة عن ان انت مسلا دي الكيبورد ف كنترول وكزا بتعمل كزا كنترول وكزا بتعمل كزا كنترول كزا بتعمل كزا. فهي دي حاجات بتعملها بدل ما تستخدم الماوس لان الماوس بتبقى خطوط طويلة. انما الكيبورد شورت كات. فبيجي مسلا عمل وظيفة معينة بالللي كان الماوس هيعملها. طيب النهاردة معنا عشر شورت كاتس او عشر اختصارات للكيبورد لازم تكون عارفهم وهيسهلوا عليك الموضوع جدا. اول شورت كاتت معنا وهي كنترول سي. اه كنترول سي هي عبارة عن ان انت مسلا عايز تنسخ حاجة. عندك ملف فتيضغط واحدة بس على الماوس علشان تحدد الملف دا وتيضغط عندك ملف عايز تنسخه تقف عالملف والدوس عليك كنترول سي انت كده عملتلو نسخ. عندك كلام وعملتلو تحديد وعايز تنسخه بدل ما تدوس كليك. لا انت انت كده عملتلو نسخ. يعني هو يعني حلو جدا له ان انت بدل ما تضغط تدغط عملك الوظيفة كلها. تاني معنا هو 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 مش نسخ هو قص يعني الاول كان نسخ ان انت بتخلي الملف في مكانه وبتعمل منه نسخة تانية. انما هو ان انت بتقصه بتاخده من مكانه وتقدم مكان تاني. فانت مسلا عندك برضو ملف وعايز تعمله قص. فتير رايح الناحية تانية تجي عامله كنترول ايه? وهو ده تلت اختصار معنا. هو اللي بتعمل منه لسق. يعني انت سويا عملت نسخ كنترول سي او قص بكنترول اكس. فانت علشان تلصق الملف ده او النص ده فكنترول في. رابع معنا هو كنترول زيت. كنترول زيت هو يعتبر في معظمة البرامج او حتى في الويندوز نفسه. وهو خاص بالتراجع. ان انت ترجع خطوة لورك. يعني مسلا عملت قطعة غلط في المونتاج. وانت عايز ترجع عن القطعة دي مش عايزها. يعني انت عملتها بالغلط. يجي راجع خطوة. كنترول زيت تاني يجي راجع خطوة تاني. كنترول زيت مرة تاني. يجي راجع خطوة تالتة. وهكزا. خمس معنا وهو كنترول اي. كنترول اي هو خاص بتحديد الكل. عندك مسلا ملفات كتير جدا وبدل ما تشد بالموصف تجي عمل لهم تحديد وممكن ما يتحددوش كلهم. فكنترول اي يجي عمل تحديد للكل. عندك نص وعايز تحدده كله بدل ما تيجي رايح. وتفضل تحدد فيه كده وممكن تغلط فيه. لا كنترول اي يجي عمل له تحديد للكل. فكنترول اي هو تحدد كل حاجة سواء كانت مسلا ملفات او نصوص. سادس معنا هو لو انت مش حارف زرار اسكيب فهو زرار اللي انت زي اللي انت شايفو لها. ده اسم اسكيب. هو بتقدر تتنقل منه ما بين الصفحات اللي عندك. يعني ده مسلا فتح جوجل كروم وفاير فوكس وبريمير. فالت وسكيب تي جنائل ما بين الاتنين. سابع معنا هو ده خاص بالسيف. شغال مسلا على مشروع ومسلا النور خايف ليه قطع عليك وانت شغال. فتيجي عامل انت كده عمل لمشروع اللي معاك. كمان شغال على مشروع او اكسل طويل وخايف برضو للنور يقطع عليك وكل اللي انت عملته ده يطير في الهواء. يجي عامل حفظ المشروع وبعد كده ما تيفتحه. لقيه في نفس مكانه واخر تغييرات انت عملتها. تامن وهو ويندوز ار. ويندوز ار هو بيفتح قائمة اللي انت بتقدر تكتف فيها اي امر انت عايزه وبيفتح لك النافذة بتاعتها. ده شورتكات ساهل كده وسريع. عندنا بعد كده زرار وده خاص بان انت يعني لو انت مسلا عايز تكتب حرف او عايز تكتب كل الحروف فبدل ما تضغط وتجي كاتب كل الحروف لا انت تضغط على كل الحروف اللي بقت تقدر تكتب زي ما انت عايز. ولو عايز تعمل العكس فممكن برضو نفس الزرار. اخر شورتكات معنا وهو اف احداشر. اف احداشر لو انت فتح المتصفح وعايز يعني تشيل من فوق وتبقى نافذة مالية الشاشة. ف اف احداشر بيقدر يعمل الحركة دي. هو ان انت بتجي عمل تجميل للشاشة بنفس بتاع الشاشة نفسها من غير ما تفتح بس كده فدولا كانوا اهم عشر شورتكات المفروض تكون عارفهم وهيسهلوا عليك الاستخدام كتير في الكمبيوتر. وبس كده استنونا ان شاء الله في الحلقات القادمة. السلام عليكم.